مدرسة أم المؤمنين بإنزجان نموذج ناجح لتلقين اللغة الأمازيغية لغة الأرقام تتحدث بألف أستاذ يغطون المدارس التابعة لنيابة إنزجان أيت ملول اللغة الأمازيغية درستها لثالث سنوات واستطعت اكتساب أبجديتها من خلال التجربة دليل نعترف بأن تدريس الأمازيغية سهلة من حيث لهو ناطق والأمازيغية وقضي أخرى أن ناطقين بغير الأمازيغية بنسبة التلاميذ رهما تستعبوا الحرف الأمازيغي أكثر من اللي ناطقين بها واضح إذن أن تضعف الأرقام منذ سنة 2003-2004 في الشق المرتبط بعدد تلاميذ المعنيين باكتساب أبجدية اللغة الأمازيغية دليل على الاهتمام الذي أفحى يولا للحفاظ على الهوية المغربية في عمقها الأمازيغي بعد عشارية كاملة من 2013-2014 السنة وصلنا أننا نعمم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا بمعنى أنه جميع المؤسسات للتعليم الابتدائي الآن معنية بتدريس اللغة الأمازيغية والعدد دلها و83 المؤسسة كنا في اللغة الخدناء والتخصص في هذه المؤسسة لمدة سنتين يعني لدينا الأمازيغية من اللغة إلى الثلاث والمؤسسة الآن رائدة في هذا الشأن هذا إحصائية وزارة التربية الوطنية تتحدث عن 317 مؤسسة انطلقت بها عملية تدريس الأمازيغية اليوم وصل العدد إلى أربعة أهلاف مؤسسة على المستوى الوطني ولمزيد من التفصيل حول إدماج الأمازيغية في التعليم ينضم إلينا مباشرة من الرباط أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مرحبا سيد أحمد بوكوس أهلا وسهلا إذن نتحدث عن تدريس الأمازيغية في سنته العاشرة منذ إدماج المادة في المنظومة الطربوية سنة 2003 نتسأل ما الذي تحقق ربما نبغي نعرفه الخلاصات التي وصلتم إليها طيلة تجربة العشر سنوات الأخيرة بداية نبغي نوجه تحية خالصة لجميع العاملين والفاعلين في حقل تدريس الأمازيغية من أساتذة ومن مفتشين وكذلك من المسؤولين الجهويين والمركزيين بالنسبة لأوضاع تدريس الأمازيغية فما تحقق هو مهم بلغة الأرقام لدينا تقريبا 12% من التلاميذ المسجلين في تعليم تدائيهم والذي يتلقون الدرس الأمازيغي لدينا تقريبا 5% من الأساتذة على المستوى الوطني وتقريبا 20% من المدارس يعني عموما هي التي تقدم درس اللغة الأمازيغية سيد أحمد بوكوس تحدثت على الأرقام لكن كذلك هناك مجموعة من المعويقات إشكاليات نسطر على مسألتين المسألة الأولى هي الكتاب المدرسي باللغة الأمازيغية ثم تكوين المدرسين التي تحدثت عليهم في هذا المجال هذا مجموعة من المذكرات الوزرية في هذا الخصوص كيف ممكن أن تجاوز هذه المعيقات لكي لا نقول أن مادة الأمازيغية أو مادة اللغة الأمازيغية هي مادة للاستئناس فقط نعم الأرقام التي تقدمها وزارة ربية الوطنية هي دالة في حديداتها بمعنى آخر ما وصلنا شيء يعني التوقعات التي تقدمت خلال سنة 2003 ومسيرة إدماج الأمازيغية في المنظومة الوطنية التي تربية وتكوين عرفت مراحل مهمة لكنها عرفت كذلك واحد الواتيرة التي هي ضعيفة منذ سنة 2007 وهذا هو الذي يفصل الأرقام النسبيا الضعيفة والهزيلة لوصلها تدريس اللغة الأمازيغية رغم المجهودات المحمودة التي تقوم بها المديريات المركزية وكذلك الأكاديميات الجهوية والنيابات على الصعيد الوطني لكن الكثير ما زال ينتظرون في أفوق التعميم الأفقي والعمودي لتدريس الأمازيغية بالنسبة للحوامل البناغوجية كتاب المدرسية نعم كتاب الأمازيغي كتاب المدرسية ودليل المدرس فهذا الكتب هذه كلها تغطي المستويات ست للتعليم ابتدائي هذا الفضل يرجع طبعا للوزارة والمعهد المالك التقافي الأمازيغية ولكن يرجع الفضل كذلك للفرق التربوية الخاصة التي تشتغل مع دور النشر لكن المعضلة الأساسية تكمن في التكوين التكوين الأساس لأنه ضعيف وكذلك التكوين المستمر لحيث السنوات الأخيرة ما تقدمت شيء الأكاديميات الجهوية بمقترحات تنظيم دوارات تكوينية لفائدة الأساتذة والمفتشين باستثناء أكاديميات تازا تونات والحسيمة وهذا الأمر غير منصف للأمازيغية سيما وأن منذ فاتح يوليوز 2011 كلنا نعرفه لأن الدستور الجديد يقر اللغة الأمازيغية اللغة الرسمية وبالتالي فموقع ووظيفة هذه اللغة لا بد أن يفكر فيها ويتم أجرأة تدريس الأمازيغية في إطار مختط استراتيجي شامل نسقي كي يضمن بالفعل الإدماج الحقيقي الأفقي والعمودي للأمازيغية نعم شكرا لك على كل هذه التوضيحات أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للتقافة الأمازيغية كنت معنا مباشرة من مدينة الرباط من مدينة الرباط ونتمنى اندماجا مدرسيا جيدا للغة الأمازيغية في المنظومة التربوية